تعال نروح على تطورات الأوضاع ما بين روسيا وأوكرانيا ونخدها واحدة واحدة طيب هنخدها واحدة واحدة نبدأ منين الأولويات تقول إنك تبدأ بالحدث الذي هز العالم اليوم وهو إن روسيا بتعلن تآهب قوات الردع النووي وإنها تبقى في وضع الاستعداد حلو كده طبعا الناس لما تسمع الكلام ده بتتخض بالمناسبة مفيش داعي للخض على الإطلاق مفيش حد في العالم هيستخدم السلاح النووي بعد هيروشيما ونجازاكي السلاح النووي يستخدم دائما كأداة ردع سياسي خد بالك من المصطلح اللي استخدمه فلاديمير بوتين إيه هو؟ تآهب قوات الردع النووي ما قالش هنضرب نووي لكن من ناحية تانية البنتاجون أبدأ تخوفاته الشديدة من هذا التصعيد في الخطاب الروسي المتعلق باستخدام السلاح النووي في حين أن بوتين لم يقول أنه سوف يقوم باستخدام السلاح النووي من ناحية تانية أيضا فرنسا كانت على طول بترد فرنسا ردت بالنيابة عن قوات الناتو وقالت أن نيتو أيضا لديه أسلحة نووية بل وأن فرنسا على وجه الخصوص تمتلك سلاحا نوويا هنا تلاقي أن ألمانيا هي كمان حصل عندها تطور في التصريح فتعلن ألمانيا بأنها هتزود من ميزانيتها العسكرية ما يصل يعني بمسبة أو بمبلغ 100 مليار يورو زيادة على الميزانية العسكرية وطبعا جدير بالذكر أن في 368 ألف مواطن أوكراني اضطروا أن هم يخرجوا من البلاد بسبب تطورات الأوضاع وتخوفاتهم على حياتهم فخرجوا إلى الدول المجاورة مجاورة